دفاعياً إحنا كنا الأقوى أو من أقوى الدفاعات زي ما أنت قلت خلال الفترة دي في المنتخب وفي أفراد المفلكان كمان مضبوط لكن في الهجوم زي ما أنت قلت برضو عندنا مشاكل هجومية إزاي كارلوس كيروش هيتعامل مع هذا العمر؟ بص ده له علاقة شوية بجودة الأفراد مش بقلل من حد لكن كل اللعب بيبقى له إمكانيات إما إنه بيطورها أو بيوقف عند المرحلة دي عندنا مهاجم زي مصطفى ومحمد رأس ما له الكرات العرضية ودي ما بتوفرهاش منظومة كيروش إحنا بنحافظ على إننا الفرقة تكون كومباكت بندفع سواء دفاع متأخر لو بلوك أو حتى ميد بلوك من نص الملعب إنما الخطوط بتكون قريبة وبنطلع على مهاجم تارجت المهاجم ده مهمته إنه هو يلعب كرة مع الاتنين الأجنحة خصوصاً محمد صلاح إحنا بنركز على إنه مفروض بنركز على إنه محمد صلاح هو اللي يكون أقرب للمرمى أحسن فين شرف العالم تقريباً فإحنا منطقي جداً ده يحصح لكن هل مصطفى محمد بيقدر يقوم بالدور ده على الصعيد الهجومي؟ يعني دي هي اللي فيها المشكلة بس في دول تاني لمحمد صلاح إنه كمان صانع للأهداف مش بس إنه هو اللي بيقوم بإصابة الهدف وكمان صانع للأهداف ما هي الفكرة بس إنه إحنا لما بنيجي نطلع بالكرة إحنا بنحتاج المهاجم اللي هو نمرة 9 بتاعنا المهاجم الرئيسي هو اللي إحنا بنخرج عليه فهو لازم يكون عنده قدرة معينة على إنه يحتفظ بالكرة تحت رجله ويبدأ يلعب مع المدفعين من خلاله لكنه يلعب على العرضيات لكنه هو مهاجم راس مالو الكرات العرضية هو على الأرض شوية ضعيف هو مصطفى محمد يتميز جداً زي ما كان منور جداً في الزمالك على طول طول الوقت جوا الثمانتاشر طول الوقت بياخد كرات عرضية فبيسجل كتير لما بيخرج بره الثمانتاشر لأنه هو مش بيلعب رجليه بالشكل الأمثل ما عنده سرعات فبيفقت جزء كبير من مستوى كيروش بيستخدمه إنه في الكان مثلاً كان بيستخدمه استخدام كويس جداً لهو بنقول نص الموضوع يعني نص اللي إحنا عايزينه إنه هو بيقدي الحالة الدفاعية بشكل كويس جداً كان بيستخدمه بإنه بيضغط على اللاعب مركز 8 في كل المنتخبات الكبيرة اللي إحنا كنا بنقابلها اللي هو بالبلدي كده اللعيب اللي بيبقى ماسك الديركسيوم بتاع الفرقة اللي بيحرك الفرقة كلها فمصطفى كان بيرتد النص الملعب ويضغط على اللاعب ده وفي الكرات السابتة بيرتد مع مجموعة الدفاع لأنه بيجيد ألعاب الهواء فهو ده كان بينفزه بامتياز اللي حصل في مطش السنغال إنه هو ما عملش ده حتى بالعكس إحنا استقبلنا فاولات كتير حوالين 18 بسبب تدخلات عنيفة من مصطفى محمد ومتأخرة فحتى الجزء اللي هو كان بيعمله كويس في كاس الأمم ما قدموش كويس في مطش السنغال فده خلى شكلنا هجومياً وبعض الأوقات الدفاعياً ما كانش بالشكل المطلوب يعني فده أثر علينا كتير للأسف إحنا ما عندناش في مصر حالياً مهاجم يقدر يقدم الدورين مع بعض ودي حاجة ما نلومش فيها كيروش إحنا نلوم فيها مدربين أندية اللوم فيها لعبة مش عايزة تتطور وقفت عند مرحلة معينة وأسامي كتير أنا مش عايز بس أخوت في الأسامي لأن مش وقته مش وقته خالص